مرحبا وكيف الحال؟ منتجات الألبان والأجبان وكذلك الحليب من أكثر المواضيع المثيرة للجدل والخلافات في الحميات قليلة النشويات والحميات الكيتونية منتجات غنية بالبروتينات بالفيتامينات بالإضافة للمعادن هذه المنتجات في منها الممنوع ومنها المسموح فالأجبان ما عليها خلاف إنها مسموحة لكن الأسئلة المشروعة اللي بيسألوها الناس عن هالمسموح لألبان والزباد أو لا الحليب المعظم بيحكي عنه إذا مش الإجماع إنه ممنوع ولكن في المواضيع وبين المواضيع فيه تفاصيل كتير هنحكي اليوم عن كل ما يتعلق في الألبان والأجبان والحليب أكيد بعض الفاصل وإنت عم تحضر صحة بلس مع سمارة وراجعين في بداية حلقتنا لليوم وقبل ما نبدأ نتكلم عن المسموح والممنوع في الكيتو خلنا نتكلم عن الحليب واللي بيسموه أهلنا في مصر اللبن الحليب ممنوع منعا قاطعا لاحتواءه على سكر الحليب اللاكتوز فالكوب منه بيحتوي على 12 جرام من اللاكتوز لكن البعض بيسمحوا باستهلاكه بكميات بسيطة وقليلة تنحط مع الشاي والقهوة صباحا رغم أنه هذه الكمية من الشاي أو القهوة اللي فيها حليب بتطلع من الصيام المتقطع لكن لا تستطيع الإخراجك من الحمية الكيتونية إذا صار لك زمان ملتزم في الحمية إلا إذا كان عندك مقاومة إنسولين وسكري أما إذا نريد أن نتكلم عن الزبادي فالاختلاف في لهجات العالم العربي هو أصعب على الدارس من معرفة المسموح والممنوع منه فالزبادي باللغة العربية هو الروب أو الرائب الخاتر وزي ما بيطلقوا عليه أهلنا في الخليج العربي واليمن بالإضافة لمصر والسودان والمغرب يطلق عليه الزبادي هو دارش في بلاد الشام بالحديث عنه باسم اللبن بينما بالجزائر بيطلقوا عليه الاسم الغربي اليوغرت أو الزبادي أو الرائب المخموس في العراق الغالي بيطلقوا عليه اسم الروبا بينما الحليب باللغة العربية هو اللبن فإطلاق مصطلح اللبن على الحليب عند المصريين هو الأقرب إلى الصواب في حلقتنا اليوم هنحكي عن الحليب أو اللبن عن الحليب بينما الزبادي عن الزبادي والأجبان ما حدا عليه خلاف معلومة على الهامش نادرا ما يعاني الأطفال الرضع من عدم قدرة هضم سكر اللاكتوز وعند حدوثه يجب تحويل الحليب إلى حليب الفورميلة خالي اللاكتوز سكر اللاكتوز هو سكر الحليب ويحتاج الجهاز الهضمي إلى أنزيم اللاكتوز حتى يتمكن من امتصاصه وتفكيكه داخل الأمعاء يتباين قدرة البالغين على امتصاص وهضم اللاكتوز بشكل واسع وتقل قدرتهم على امتصاص وهضم اللاكتوز مع التقدم بالعمر حيث يصل عدد الناس الغير قادرين على امتصاص اللاكتوز وهضمه إلى تقريباً 80% من سكان الشرق الأوسط وعاسيا أما النوع الثاني بعد الحليب فهو الروب أو الشنينة اللبن الرائب كما يطلق عليه في معظم البلاد العربية أو الروب بشكل عام هو عبارة عن الحليب بس بعد ما يتخمر شوي فبكون أقل شوي النشويات وأعلى شوي بالدهون هذا المنتج خصائصه قريبة جداً من الحليب فلذلك هو ممنوع في بلاد الشام وتحديداً في الأردن وفلسطين في منتج بشابه هو الشنينة بقل فيه الدهون أكتر وبرتفع فيه الملوحة أكتر هذا المنتج كمان برضو ممنوع ثالثاً الزبادي المنكه قليل الدسم هذا النوع من الزبادي بيكون مضاف إلو نكهات صناعية بالإضافة لكميات كبيرة من السكر فبالإضافة للـ 12 جرام من النشويات الموجودة في داخله من الحليب يضاف إلو بحدود العشرة إلى 20 جرام من السكر سكر المائدة ليزيد طعمه حلاوي فأكيد أي أنواع ألبان المنكهة ممنوعة ويأتي الزبادي كامل الدسم الرابع على القائمة فيتم تصنيع الزبادي من خلال إضافة البكتيريا إلى الحليب اللي بتقوم بدورها في تخمير الحليب واستهلاك سكر اللاكتوز الموجود داخل الحليب وتحويله إلى حمض اللاكتك زيادة حمضية الحليب تؤدي إلى ترصب البروتينات ديناتشوريشن للبروتينز الموجودة فيه وبنتج عنها التكون الزبادي هذه العملية بتقلل النشويات الموجودة في الحليب إلى 9 جرامات من النشويات في الكوب الواحد وإنتاج كميات أعلى من الدهون فبصير 7 جرامات من الدهون وكذلك 7 جرامات من البروتينات هذا المنتج بشكل عام ليس كيتوني لكن مع إضافة القليل من زيت الزيتون فمعلاقة طعام من زيت الزيتون تحتوي على 15 جرام من الدهون كفيلة بتحويل هذا المنتج إلى منتج كيتوني بامتياز أما النقطة الخامسة هي الزبادي اليوناني لا يختلف الزبادي اليوناني كثيراً عن الزبادي العادي أو الزبادي كامل الدسم وإنما هو نفس الزبادي لكن يتم تصفايتو والتخلص من الماء الزائد فيه هاي العملية بترفع الدهون والبروتينات في هذا المنتج وبتخلص المنتج من النشويات الذائبة في الماء فبالتالي بكون فيه كمية النشويات الموجودة في الكوب الواحد من 7 إلى 8 جرامات من النشويات في الكوب إضافة إلى ارتفاع الدهوني بتوصل لـ 10 جرامات و20 جرام من البروتين موجود في الكوب الواحد فهو من أفضل أنواع الألبان أو بالأحرى الزبادي اليوم يمكن استهلاكه معلومة على الهامش يتم تصنيع الألبان من خلال إضافة نوعين من البكتيريا النوع الأول يطلق عليه اسم لاكتوباسيلس بولغيراكاس بينما النوع الثاني ستريبتوكوكاس ثيرموفيلس هذول النوعين ينضافوا للحليب وبعملوا على تخمير وتحويل السكر الحليب إلى اللاكتك أسد من خلال رفع درجة حرارة الحليب إلى درجة حرارة المناسبة لحضانة البكتيريا والتي يؤدي إلى تكثيرها وهي من 46 إلى 49 درجة مئوية ورغم استخدام الحليب الأكثر احتواء على سكر الحليب إلا أن عملية التخمير هذه تستهلك معظم ما في الحليب من سكر فيبقى تقريبا 4% من السكريات الموجودة داخل الحليب سادسا اللبنة تحتوي اللبنة على 12 جرام من النشويات بينما تحتوي على 7 جرامات ونصف من الدهون و13 جرام من البروتينات منتج مغذي بامتياز لذيذ له مطاق رائع يمكن استخدام اللبن الحامضة منه بإضافة زيت الزيتون عليه بيجعلها كيتونية أكيدك تاخد كميات أقل مما تستهلكه في الزبادة اليونانية سابعا جبنة الفيتا والكوتج تشيز بالإضافة للكريمة الخفيفة والسور كريم كلهم بيحتووا على 9 جرامات من النشويات فبإضافة شوي من الدهون من الزبدة أو من زيت الزيتون برضو ممكن استخدامها في عملية استهلاكها كما منتج كيتوني أما المنتج الثامن فهو لبن الكيفر والهافنهاف بيحتووا كلاهما على 11 جرام من النشويات بيجعلهم مساويين للحليب فإذا ما كان فيه سبب يدفعك لأخده عشان تستفيد من البكتيريا داخله أكيد حاول إبعد عنه معلومة على الهامش يعتبر استهلاك منتج الكيفر والمصنع في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا والغرب بشكل عام محرم شرعا في الشريعة الإسلامية وذلك لاحتواء هذا المنتج على الكحول الناتج من عملية التخمير والتي تقوم فيها البكتيريا لسكر اللاكتوز لكن استهلاك الكيفر في البلاد العربية وعبلاد الشرق الأوسط والبلاد الإسلامية حلال لأنه يستخدم فيها أطياف بكتيرية معدلة لا تنتج الكحول أثناء عملية تصنيع الكيفر يعتمد سرعة تحضير الأجبان على حموضة الخليط بالإضافة لتركيز الأملاح وطعمه باختلف أكيد بسبب نوع وطيف البكتيريا المستخدمة أو الخميائر المستخدمة في تصنيعه أساسا ويؤدي تنوع طرق تحضير الأجبان إلى إنتاج ما يزيد على ألفين نوع من الأجبان يتم إنتاجها حول العالم أما إذا أردنا نتحدث عن أفضل أنواع المنتجات الألبان اللي ممكن استهلاكها فممكن نقسمها لخمس أنواع أساسية النوع الأول أكيد الزبدة والسمنة فهما الأفضل على الإطلاق يلي كريمة الخفق الكثيفة أضف إلى ذلك الأجبان المعتقة والأجبان الطرية والزبادة اليوناني حكينا عن الزبادة اليونانية بداية الحلقة الآن هنحكي عن ما تبقى أما النوع الثاني فهي الأجبان شبه الطرية فهي تحتوي على نشويات أعلى مما هو موجود في الأجبان الصلبة وأقل مما هو موجود في الطرية هذه الأجبان بتحتوي على 5 إلى 7 جرام من النشويات أعلى بقليل مما هو في الصلبة لكنها برضو ممتازة للاستهلاك الكيتوني زي الجبن الزرقاء وجبنة المزرعلة أما أفضل أنواع الأجبان للكيتو على الإطلاق فالجبن الطرية الناضجة زي جبنة الكوممبيرت بالإضافة لجبنة البرميزان وكلاهما يحتوي على أقل من 2 جرام من النشويات خامساً كريمة الخفق الكثيفة الهيفي ويبين كريم هذه الكريمة يتم تصنيحها من خلال قشط الدهن عن وسطح الحليب فهي تحتوي على كميات عالية من الدهون وكميات قليلة من اللاكتوز تقريباً تحتوي على 6 جرامات من النشويات بينما الأفضل منهما جميعاً الزبدة والسمنة الزبدة هي دهن الحليب وتحتوي على كميات ضئيلة من اللاكتوز ومن بروتين الحليب الواي بروتين بينما السمنة فهي تكون منقاة من كافة النشويات والبروتينات فهي تعتبر حرفياً كارب فري بالنهاية تعتبر الأجبان من المصادر الغنية لجسم الإنسان بالمغذيات فهي مصدر غني بالبروتين بالإضافة للدهون الصحية المفيدة إضافة لذلك فهي مصدر غني لكل من الفيتامينات والمعادن تحتوي بشكل جيد على الفيتامين A بالإضافة للفيتامين K أضف إلى ذلك احتوائها على الزنك والكالسيوم والفوسفور عند استهلاك هذه الأجبان أو الألبان التي تحتوي على كميات عالية من اللاكتوز بتأدي سلباً في صحة مريض السكري فهو برتفع السكري عنده فبدو يحرص على اختيار الأجبان والألبان قليلة جداً في اللاكتوز أضف إلى ذلك أنه طعمها اللذيذ والمميز بخلي الشخص يستهلك المزيد والمزيد منها ما بوصل منها على الشبع فهي بتأدي بسعراتها العالية إلى تثبيت الأوزان فدذلك عند استهلاك الأجبان والألبان لازم تكون حريص على مصدرها على كمية النشويات فيها والكمية التي تستهلكها منها بنهاية حلقتنا اليوم إذا شفت المعلومات بالفيديو المفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وما تبخل على حالك بأنك تنضمن القناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول الإشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك وما تبخل عليه أحمد سمارة بأنك تعمل لي لايك فأنا بتشجيعك بستمر وأهلا وسهلا تنضموا لعالمنا الرائع في فيسبوك عالم سمارة سكيتوانت فاستينج فلنت وتأتروا تتابعوني على الإنستغرام والسناب شات وبشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي وبأمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة